طبعا العالم الإسلامي وفي القلب منه المصريين دايما حرصين على الاحتفال بالمولد النبوي في يوم 12 ربيع الأول في العام الهجري دايما بنكون حرصين على طبعا إحياء هذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكر وإقامة الشعائر في المساجد وغير وغيرهم من طرق الاحتفالات المختلفة يا بسانتو أكيد حلوى المولد يعني كنت لسه أقول يعني إحنا كمصريين بنحب قوي نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بترائتنا الخاصة وملد النبي وبنجيب الحلوى وحاجات كتير قوي إحنا بنحب نعملها كتقوس منها طبعا إحياء ذكرى أو الصلاة عن النبي كتير قوي في اليوم ده إيه أفضل الأعمال في هذه المناسبة إزاي نحي ذكرى المولد النبوي الشريف كل الأسئلة دي وغيرها هنعرف إجابتها من خلال ضفنا اللي منورنا النهاردة شيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين لكم يا أعلى بيك شيخ محمد أعلى بحضتك أسفاهم أعلى بحضتك يعني في البداية عايزين نعرف كده كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إيه أفضل الطرق للاحتفال ونرد نقول إيه على البعض اللي بيقول أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ممكن يكون بدعة نعم أولا الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد بداية نحن عايزين نقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة وهو المنة الله جل يقول هذا في كتابه لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذه المنة أتت إلينا في شهر الربيع الأنور في هذا الشهر الفضيل وكثير من العلماء يقولون أن هذا الميلاد وهذه المنة أتت إلى الدنيا في 12 ربيع الأول ولا شك يا أستاذ محمد أن أي حد لما يكون عنده حدث تاريخي أو عنده حدث مهم في حياته بيكون اليوم ده في ذاكرته له وطأ في نفسه فالإنسان ده دايما ما يدرش ينسى يوم زواجه وما يدرش ينسى ومعيد ميلاد ابنه حبيبه وجيل الدنيا ما يدرش ينسى موقف معين حصل فيه على درجة علمية أو ما على ذلك في اليوم في شهر الربيع وفي يوم 12 ربيع أولد لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الكوني فلما نتعامل مع هذا الشهر الفضيل نحن نتعامل بنص القرآن الكريم مع هذا الحدث على أنه منه من الله بيها على المؤمنين ربنا لقول لنا كده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه كيف يكون الاحتفال بسيدنا رسول الله وبميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الأول عايز أقول لحضرتك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسس لهذا الاحتفال بيوم مولده فسيدنا صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم الاثنين يا رسول الله لما تصوم في هذا اليوم أنت ليه اليوم ده مكثر من الصيام فيه وتحافظ على الصيام فيه فيقول لنا هذا يوم أولدت فيه فنقبى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهذا أو لم أؤسس أسس صلى الله عليه وسلم لهذا نأتي للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الصحابة الكرام هم أكثر الناس احتفاءاً واحتفالاً ومحبةاً وابتهاجاً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دهنا عايز أقول لحضرتك ما هو أشد محبة الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدعاة أن أحوالهم تتغير أحوالهم الجسدية حتى مش حالة نفسية بس لأن الحال الجسد يتغير سوبان دوت مولى من موالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصفوه يقولوا يبقى كثير المحبة لرسول الله قليل الصبر عنه يعني إيه ده حد هيمان في سيدنا النبي من شدة المحبة لا يصبر على فراق سيدنا النبي سوبان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويجد النبي صلى الله عليه وسلم حال سوبان متغير وجهه أصفر نحل جسده متغير الحالة فيقول نبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا سوبان إيه لي فيك يقول له والله يا رسول الله ما بي من مرض أنت مريض يا سوبان حالك متغير مش أنت سوبان فيقول له والله يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع أمال إيه مشكلتك مشكلت يا سيدنا النبي إن أنا ما بقدرش أبعد عنك حياتك ورؤيتك وذاكرتك معايا شوف تفكير سوبان يا أستاذ محمد يعني اللي يدينا ملمح لمدى وحرص وإدراك الصحابة للإحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل نفس من أنفاسهم يقول له يا رسول الله أنا لما روح البيت أشتاق إليك فأتي إليك فارق لما أسيبك وامشي أشتاق ليك فجأ شوفك وأعود معاك فتذكرت الحال الآخرة لما أنا موت وأنت تموت يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخلت وأنا الجنة لو كنت من أهل الجنة فأنت ستكون مع النبيين والصدقين أنت متخايل إن سوبان خايف معنى كبير جدا ده أنا بشوفك في الدنيا ومش قادر على بعدك مش قادر ما شوفكش أول ما اشتألك أجيلك في الآخرة أبقى أعمل إيه ده أنت تكون مع النبيين وأنا لو دخلت أبقى في منزلة دونك يقوم ينزل القرآن الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله ده أنا عايز أقول لك أن الصحاء الرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ما عملتش حاجة ما أعددتش للقيامة حاجة خالص غير محبتك المحبة بتاعتك ومحبة الله ورسوله هي اللي أنا أعددتها أنا سيدني مالك أنا أزدخدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أني جيه أعرابي وما جلناش اسم الأعرابي إيه كنية على أني أن الأمر دوت لم يكن عند كبار الصحابة فقط بل كان عند الجميع يأتي أعرابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة الساعة تقوم إمتى ومسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له متى أعددت له أنت عملت لي الساعة أنت جهزت له إيه يقول له والله يا رسول الله ما أعددت لها كثيرة صلاة ولكني أحب الله وأحب رسوله إيه بإيه ده ده أنت أنا معنديش عمل مش مجهز حاجة خالص عملي دوت لا يسوي شيء لكن أنا فيه شيء عند مرتكز من المرتكزات في حياتي أنني أحب الله وأحب رسول لكن كل تأكيد يعني حبه في القلب بيتبعه العمل نعم ويتبعه التأثر ويتبعه المحبة ويتبعه الفرح ويتبعه حاجات كتير يقوم سيدنا النبي يقول له يا باه يقول له أنت مع من أحببت سيدنا أنس يقول لنا كده تعليق لطيف قوي يقول فوالله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا كفرحنا بهذا ده احنا ما فرحناش بحاجة بعد الدخول في الإسلام الانتقال من الكفر إلى الإسلام كما فرحنا بأننا سنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة يجن نأب إحنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن آمين نبي من غير ما نشوفه ونشتاق دايما للقاءه ودايما نقول إيه يعني ربنا يجمعنا بي إن شاء الله في الجنة ويرزقنا رؤيته إحنا بقى النهاردة إزاي نحتفل بمولد النبي المولد النبي الشريف وهل النهاردة إحنا فيه عمل معين نقدر منه نتقرب أكيد يعني معرفش يعني حسنه بعيد أو يعلينا أن إحنا نحلم حتى أن إحنا نرتقي بمنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام نبقى معاه في الجنة لكن يا رب ربنا يرزقنا يا رب نعمل إيه اليوم ده نحتفل بي إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سيرانا وهو كان يعني يقول وددت أن لو لقيت أحبابي قال فالصحاب قال أولسنا أحبابك يا رسول الله أنا مش أحبابك قال أنتم أصحابي وما المن أحبابك قال أحبابي قوم بعدي يأتون بعدي لم يروني آمنوا بي ولم يروني يود أحدهم أن لو فقد الدنيا كلها برؤيته فنحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معه وأن نكون معه وإن قسرت بنا أعمالنا عايز أقول لحضرتك إحنا محتاجين فعلا نرجع فينا رسول الله الله جل يقول وعلموا أن فيكم رسول الله إحنا محتاجين المعنى ده يكون فينا محتاجين النهاردة الاحتفال بسيدنا النبي إن إحنا نسترجع فينا رسول الله والله يا عزيز محمد لو استرجعنا هذا المعنى في كل علاقتنا وفي مناحي حياتنا لتغيرت الأحوال وتبدلت لو أن الزوجة احتفى واحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته وفي الإيمان به وعلم أنه فيه يعني ده الأصل أن رسول الله فيكم هو فينا لا ده أنتم اللي في سيدنا النبي ده كأن الكون كله سيدنا النبي وأنتم مع سيدنا أنتم فيه سيدنا وعلموا أن فيكم رسول الله يعني إيه فينا رسول الله وإزاي استرجع فينا الإنسان رسول الله لو الزوج عرف أن فيه رسول الله مش هزلم زوجته مش هيهنة مش هتعمل معها بسوء المدير في العمل لو عالم أن فيه رسول الله كل مناحي الحياة لو رجع فينا رسول الله لو استرجعنا فينا هذه الآية كيف كان دائما نحط قدامنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في مثل هذا الموضوع أحسنت أنا أتعامل مع الزميل كيف كان يصوم كيف كان يصلي كيف كان يتعامل مع حيرانه نعم أنا أتعامل مع الزميل كيف كان يتعامل أنا أتعامل مع الطفل كيف كان يتعامل أتعامل مع حيوان كيف كان يتعامل أتعامل مع الزميل في العمل كيف كان يتعامل إنسان ضغى علي إنسان يعتد علي كيف أتعامل إنسان تغير سلوكه ويحتض طبعه علي كيف كان يتعامل وفي كل جاءنا به رسول الله يا مولانا نحن عايزين نقول كيف نحتفل قول لي واحد اتنين ثلاثة ازاي نحتفل بسيدنا النبي أقول له حضرتك أول حاجة الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الأعمال الصالحة التي قال بها الفقهاء والتي أطبقت عليها الأمة ولم يخالف في ذلك إلا من شز وأنا من عند حضرتك بقول لكل من منع من الاحتفاء والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غليظا وكانت فيه الغلزة في التعامل مع رسول الله أقول له راجع محبتك لرسول الله واسترجع مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه طيب نعمل إيه في محبة سيدنا النبي أو في الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول لحضرتك أولا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم ربنا أقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنت في أي حال من الأحوال اقتدي برسول الله في تعلم سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا محتاجين النهاردة نستغل المناسبات دي عشان نعرف أولادنا ونجتمع على مائدة سيدنا النبي فالولد يتعاق ندي له كده كرس بسيط أو شيء معلومة بسيطة الولد الصغير والطفل وأبنائنا سيدنا النبي ما كانش بيجذب واللي ما يجذبش سيدنا النبي يحبه انتعرف احنا جايبين الحلاوة الجميلة دي عشان احنا جيبناها عشان نحتفل ونحتفي بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسترجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسترجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتعلم منه نقتدي به ونتعلم من سيرته ونقرأ ما ورد فيه صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم والعلماء أكثروا في الكتابة في شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنحن محتاجين نسترجع دوت محتاجين يا مولانا يوم الميلاد سيدنا النبي هصوم ينفع هصوم ينفع هتصوم لأنه جاء يوم اثنين فصوم يوم الاثنين صاماه النبي وصلى الله عليه و inappropriه وصحبه صLe نقعد نصلى على سيدنا النبي ونكتمع نذكر الله ونصلى على سيدنا النبي ونسمع مدحف سيدنا النبي ونسمع كذا وكذا حكم ده يا مولانا ينفع نعمله أسلي أسلي ما أخذ بالك يا مولانا دي بدعة زي ما الأستاذة كانت بتقول لأ أنا ما بقولش القائلين بهذا حالت في تحرضي وجهة القائلين بهذا بنسمع وده موجود بالمناسبة على السوJen요ang억ом طالتنا للأسف بكثير إوعى تحتفل اتبع ولا تبتدع ما تحتفلش بسيدنا النبي يا أخي أنت بتحتفل بعيد مرد ابنك ولا تنسى يوم مولدة لا تستطيع أن تنسى يوم زواجك يحصل لك مشكلة مش تدخل البيت خطبال حضرتك لا تستطيع يا أخي أنت لا تستطيع أن تمحوا هذا الأمر النفس الجبلية لا تستطيع أن تنسى المواقف العظام أعظم ما أعظم من يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هنقعد نعمل كده أصل النبي ما أعملش كده كلامي أنا بعرض الوجهة اللي في تقال والمعروضة أصل سيدنا النبي ما أعملش كده سيدنا النبي ما أعادش مش عارفي أصل سيدنا النبي ما اجتمعوهش يصلوا عليه في الوقت ده نقول يا جماعة تعلم الله يرضى عليكم كل الهيئات العلمية وكل الجهات البحثية وكل الدنيا الدنيا بأسرها من العلماء المتخصصين يقولون أن هذا من فضائل الأعمال التي ينبغي عليهم أصل ما أعملوش نقول لهم والله الترك ليس حجة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كثير من الأمور ومع ذلك عدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الفعل محرم أو لا يدل على ذلك بل فعل هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا طيب هل ثواب كل هذه الأعمال الصلاحة مضاعف في هذا اليوم؟ لم يأتنا نص بمضاعفة بمضاعفة الثواب لم يأتنا نص واضح يدل على هذا لكن العلماء يقولون أن الأوقات الفاضلة بصورة عامة يضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها الأجور والأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها الأجور ونحن لا نظن أن يوما أفضل من يوم جاءنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظن أن يوما يتقرب فيه المسلم يا الله جل وعلا بشتى الأعمال وبشتى القربات في أمور حياته ويقتدي به صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهذه ويتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم مثل هذا اليوم يا أستاذ محمد نحن واجب علينا واجب علينا أجوبا عمليا أن نستخدم هذه الأوقات الفاضلة وتلك الأزمنة المتميزة لنعيد الاقتداء برسول الله ولنجدد الإيمان بسيدنا رسول الله ولنراجع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم في القلب لما تقف مع أحوال الصحابة الكرام في مدى حبهم لرسول الله بقولك سوبان يأتي مريض متغيض من مجوه ورد نتعد عن النبي عشان بس بيفكر كده شوف تفكيره أنا مش هكون مع النبي في الجنة الأعراب يقوله متى أعتدت لها سيدنا سواد يعمل مواقف غريب كده غريب قوي إيه اللي عمله بسيدنا سواد سيدنا سواد موجود مع النبي في الجيش النبي في غزو يعني مش في وقت تهريج ولا وقت كذا فالنبي يشير إليه بعصة سواد يتقدم على الصف فالنبي يقوله إرجع إرجع مكانك فيقوم سيدنا سواد يتقدم إتقاد إرجع يا سواد فلما النبي يشير إليه بالعصة كده يقوله إرجع يقوله يعني آلم تاني يا رسول الله عايز يا سواد والله بعثك بالحق أقيدني عايز زي ما نسيدنا النبي عايز يقتص من سيدنا النبي إيه ده غريبة ده ما تحصلش من الصحابة الموضوع في سر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوله اقتص مني يا سواد يقوله يا رسول الله ضربتني وليس علي يا قميص أنت ضربتني وأنا ما عليش ملابس عايز يا سواد عايز اقتص منك زي ما اقتصت مني هذا هو الظاهر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه فما كان من سواد إلا أن احتضل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي إيه ده يا سواد اللي بتعمله ده إحنا مش وقت تهريج الجماعة اللي ينكرون على كثير المحبة وكثير ذكر الذاكرين والمصلين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عم انت مش فاضين للكلام ده إنه بقول له ما حملك على هذا يا سواد إيه اللي خليك تعمل كده قال له يا رسول الله دخل معركة وأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدك الشريف يا رسول الله يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو لو استرجعنا ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما قاله العلماء وما قاله أهل الله في هذا لعلمنا أن الفرق واسع وأن الفرق شاسع والبون واسع لك أن تتخيل أن أحد علماء يقول والله لو غاب عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما أعددت نفسنا الأحياء أنا حياتي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا كثير وده يؤثر في السلوك يا أستاذ محمد مش هتجد حد محب ومتابع للسيدنا النبي وسلم إلا ويكسر من الصلاة عليه اللي بيحب حد يكسر من ذكره واللي يحب حاجة يكسر من ذكره فايدة الصلاة عن النبي أصلا كبيرة أوي لأي حد عايز يتفكى العقد من حياته جعل الله سيدنا النبي يقول له كده جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج مش كده بس ده النبي علمنا كده جبريل أتاه والنبي قال له يا سيدنا النبي كده إن نزع سيدنا النبي قال له ربنا قال لي وأمرني أن أنا أنزل لك اللي هيصلي عليك صلاة صلى الله عليه بها عشر اللهم صلي وسلم هل فيه صيغة معينة يعني دايما يقول لك الصيغة الإبراهيمية لو عايزين تشيل الحسد مثلا تقول صيغة معينة لو عايز تطلب حاجة أو ربنا أقلك حاجة فعلا وتنحل بها العقد هل فيه صيغة معينة للصلاة عن النبي بالذات كمان في المولد النبوي الشريف اجتهد العلماء في وضع كثير من الصيغ في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل الصيغة الصلاة الإبراهيمية وأنا بقول لحضرتك وكل المشاهدين أنا بقول لك صلى على سيدنا النبي بالصيغة التي تشعر بها في قلبك التي تؤثر فيك وأنت تقوم بهذا العمل اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي تقبل لا ترد واعلم أنك وأنت تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر بدأه الله بنفسه وثنى فيه بملائكته وسلس بعباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم محتاجين في شهر مولده صلى الله عليه وسلم وفي ذكرى ميلاده أن نكسر من الصلاة عليه ليه نكسر من الصلاة على سيدنا النبي أنت عايز همك يتفرج عايز همك يزول عايز قربك يمشي عايز أمورك تتبدل النبي يقول جعل الله من أكثر اللي هيكسر من الصلاة على سيدنا النبي جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج الصحابي يجي لسيدنا النبي يقول له أنا أكسر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ماشيت الربح قال له إن زيت فهو خير قال لك لحد ما الصحابي خلاص كده قال له إذا أنتك فأهمك ويقضى دينك فإحنا عايزين نسترجع هذه الأمور يا أستاذ محمد محتاجين فعلا يكون النبي على اللسان بدلا من إحنا قاعدين كده بنتكلم في سيرة فلان وبنتكلم في سيرة علان وقاعدين بنسل نفسنا وقاعدين بنسل القاعدة أنا عايز أقول لك إجعل لك في هذا الشهر الفضيل ابدأ أن تتعلم فيه أن يكون لك ورد في الصلاة على سيدنا النبي اعمل لك كده مئة مرة مئتين مرة ألف مرة قدرة طاقتك قدرة طاقتك قدرة طاقتك لهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق ويعني كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة والمشاهدين طيبين وإن شاء الله يعني ياريتنا تصدق ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحتفل ونظهر احتفالنا بالمولد النبوي الشريف كل شكر لك الشيخ محمد علي العليم يعضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية وحضرتك بخير وكل مشاهدين الحضرات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا